بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم صدق الله العلي العظيم هناك بعض الأمور لها عماد فإذا صار خلل في ذلك العماد تنهار تلك الأمور أما إذا ما صار خلل في ذلك العماد بل صار خلل في أمور أخرى لا تنهار تلك الأمور مثلا إذا دار سقف الدار يعتمد على أعمدة إذا هذه الأعمدة انهدمت سقف الدار أيضا يسقط لكن إذا صار خلل في غير الأعمدة جدار من الجدران مثلا سقط ولم يكن ذلك الجدار هو العمود البيت يبقى بحالة يحتاج لها إلى ترميم هذا مثال لتوضيح الفكرة الأمور المعنوية أيضا كذلك قد تكون هناك أمور هي أعمدة لذلك الشيء المعنوي وقد تكون أمور جانبية مثلا في الحديث الشريف بني الإسلام على خمس أعمدة الإسلام خمسة في حديث آخر دعائم الدين الدعامة يعني العمود الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية الدين كل في أصول وفي فروع وهذه الأصول كلها هي أسس لهذا الدين والفروع أيضا بعضها أسس آيات الله سبحانه وتعالى هذه كلمة عامة هذه الكلمة العامة يدخل فيها بعض الأصول وبعض الفروع القرآن الكريم آيات الله سبحانه وتعالى لأن الآية هي العلامة القرآن آية كل مقطع من القرآن يسمى آية ليش يسموا آية؟ لأنه علامة ودليل إلى الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وآله آية علامة لله سبحانه وتعالى الأئمة آيات الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية أيضا آيات الإسلام يعتمد على هذه الآيات إذا هذه الآيات صار فيها في خلال في قلب إنسان أو في عمل إنسان راح ينهار الدين عنده ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل قدسية وهالة من القدسية حول آياته ليش؟ حتى الدين لا ينهار في أذهان الناس والذين يريدون إضلال الناس عن دينهم إنما يبدؤون بالآيات لأن هذه الآيات إذا انهارت في ذهن إنسان راح الدين ينهار عنده لذين شاهد المشركين في الصدر الأول بدأوا بشخص الرسول صلى الله عليه وآله لأن الرسول هو أعظم آية لله سبحانه وتعالى بدأوا بشخصه هذا مجنون شاعر يعني لو هذا ما كان جاي في آيات القرآن الكريم إحنا ما كنا نجرأ نتكلم بهذا الكلام كاهن زين أساطير الأولين اكتتبها لسان الذين يلحدون إليه أعجميون وهكذا من الترهات الغرض شنو هو؟ الغرض أنه إذا الرسول صلى الله عليه وآله سقط من قلب إنسان معنى ذلك أن هذا الإنسان رح ينهار الدين في قلبه أيضا فالمشركون بدأوا بهذا الأمر والله سبحانه وتعالى ذكر كلماتهم وأكاذيبهم وأكاذيبهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليش؟ لأنه في طول التاريخ أسلوبهم كان هذا يعني حتى الآن في يومنا هذا الشخص الذي يريد محاربة الإسلام يبدأ بالرسول صلى الله عليه وآله أحد الإخوة نقل هو يعيش في أمريكا هكذا نقل قال أنه خلال الأربعين سنة الماضية أو أقل عندما شافوا أهل الحل والعقد عندهم أن الإسلام في نمو سريع لأن الإسلام نور هذا النور أي واحد إلى عقل وإلى عين يشوف هذا النور يشوف أنه نور بعد ما يحتاج أن تجيب لبراهين وأدلة وكذا يعني الآن واحد يحتاج أن يذكر لنا أدلة بأنه الآن الشمس طالعة لا نعم إذا واحد أعمى بصير نقول له زين الآن الشمس طالعة نخبره أما إذا واحد عنده عين ويرى ما يحتاج أن تجيب لدليل على أن الشمس طالعة الإسلام هكذا ما يحتاج لدليل لأن نور أي واحد عنده عقل هذا النور يدخل في قلبه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء أي إذا واحد قلبه أعمى هذا ما يشوف هذا النور زين عامة الناس خمو معاندين يعني حتى الكفار الناس عندهم مو معاندين غالبا المعاندون إنما هم أقلية قليلة أما غالب الناس من الكفار والمخالفين هؤلاء جهلة ليسوا معاندين زين الإسلام بدأ يكتسح فكيف يمكن إيقاف مد الإسلام إنما يمكن إيقاف مد الإسلام ما تقدر أنه هذا النور الطفي يريدون أن يطفئوا نور الله وفي آية أخرى ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ما يمكن هذا الأمر أنت أعلان تقدر تطفي نور الشمس؟ لا فكيف تسبب أن الناس لا يرون نور الشمس؟ تجعل بينهم وبين الشمس حجاب الشمس ما تقدر تطفيها لكن تقدر تجعل حجاب يعني تجيب واحد في غرفة مظلمة جدران متعددة تمنع وصول نور الشمس إلى هذا الشخص فلا يميز ليلاً عن نهار ليش؟ مو لأن الشمس ما موجودة ومو طالعة ونورها منافذ لأن هناك بين هذا الشخص وبين نور الشمس حجب جدران متعددة بدون منافذ الإسلام كذلك ما يقدرون يطفؤون نوره لكن يجعلون بين الناس وبين الإسلام حجب حتى لا يرون هذا النور بقلوبهم فينقل يقول خلال الأربعين سنة الماضية ألف تأليف عشرة آلاف كتاب ضد شخصية الرسول صلى الله عليه وآله يتمركزين على شخصية الرسول طبعاً مو هاي الكتب كتب أنه بالظاهر فيها استهزاء بالرسول لا ظاهرها كتب يعني منطقية ببرهان مثلاً وهكذا وهلوم جرة يعني الظاهر لطيف بس الباطن كذب وافتراء وتزوير عشرة آلاف كتاب والكتب هناك حينما تطبع مو تطبع به مئة نسخة وألف نسخة وكذا الكتاب هناك عندما يطبع أقل تقدير حسب نقل أحد الأخوة الآخرين يقول الكتاب يطبع هناك مننا أقل تقدير مئة ألف نسخة الكتاب الواحد هذا أقل تقدير زيان فشخصية الرسول إذا هذا الكافر التصور اللي حمله عن الرسول صلى الله عليه وآله تصور سيء مو معقول أنه هذا بعد يجي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله ليش لأن التصور تصور سيء عن الرسول صلى الله عليه وآله لوجود هذا الحجاب بسبب هذه الكتب وهذا الإعلام وما إلى ذلك طبعا هم يحاولون بطريقة ذكية في أمريكا هالشكل يحاولون بطريقة ذكية استهزاء بالظاهر ما يستهزئون بالظاهر يقولون إحنا نحترم الأديان وإذا مسيح يريد يصير مسلم أهلا وسهلا ما عندنا مشكلوية عكس بعض الأوروبيين اللي هم حمقى ذولاك بشيطنة بس شنو يقول إحنا نبحث بحث علمي ما عندنا مشكلة في البحث العلمي أن هذا الرجل الذي كان نحن نحترمه لكن لم يكن نبيا أن أعماله كانت كذا وكذا وكذا والتاريخ ومصادر العام مهم تطيهم الذريعة لأن خلفاء بني أمية لعنهم الله هؤلاء كانوا يرتكبون الجرائم ولكي يبرئوا أنفسهم كانوا ينسبون تلك الأفعال إلى الرسول فإذا الرسول سوى هذه الأعمال ليش إحنا نسويها وإذا واحد اعترض أنه معاوية لذي ماذا فعلت كذا يقول الرسول هم سوى مو فقط أنا سويته إضافة إلى أكاذيب أخرى زوروها على الرسول لحقدهم على الرسول صلى الله عليه وآله على كل حال فالرسول أعظم آية لله يحاولون إسقاط هذه الآية إذا سقطت هذه الآية بعد واحد هذا ما يصير متدين لا يقبل الإسلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام آيات الله الدين يتوقف عليهم إذا شخصيات الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أذهان الناس صارت شخصيات عادية يعني ذول الناس كانوا زينين في طول التاريخ بعضهم هم كانوا علماء أهلا وسهلا قلوا في طول التاريخ هوايا ناس أكوا زينين وأكوا ناس هوايا علماء تنزيل من قدر الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني الآن ذول الوهابيين كثير منهم في الواقع نواصب بس ما يقدر يجهر بعداء لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زين لأن منافقين هم يبغضون أمير المؤمنين لكن بالظاهر يقولون رضي الله عنه كحال المنافقين ولكن شنو ولتعرفنهم في لحن القول المنافق تعرفه من لحن القول أي مكان يصير فضيلة لأمير المؤمنين يحاول إما تضعيف السند أو تعميم القضية هذه مو فضيلة بقية المسلمين نفس الحالة إسقاط شخصية الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأجل إسقاط الدين من آيات الله عز وجل الأحكام أحكام الشرع أحكام الشرع أيضا آيات لله علائم لله لأن هذه الأحكام صحيحة مئة بالمئة الأحكام الوضعية الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية الحكم الوضعي مجموعة عقلاء يجلسون ويضعون قانونا بعد فترة يتبين لهم خطأ هذا القانون يغيروا أو يتبين خلل في هذا القانون يحاولون يكملوا بتشريع جديد لماذا؟ لأنه يرون جانبا ويغفلون عن جوانب أخرى وهذا شيء طبيعي لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وهو الخبير بكل خصوصيات الإنسان وخبير بما يصلح الإنسان عما يفسده الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الأحكام نحن نعتقد أن التشريع لله سبحانه وتعالى ولو أن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا مشرع ولكن بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعني الرسول أيضا يشرع لكن تشريع الرسول ليس اعتباطا أكو في الحديث الشريف إن الله أدب نبيه بآدابه ففوض إليه دينه الرسول صلى الله عليه وآله يصدر حكم أيضا لكن هذا الحكم بتعليم من الله سبحانه وتعالى وهذا تشريف للرسول يعني مرة الحاكم يصدر قانون هو يوقع مرة أخرى يقول لأحد الوزراء أنت صدر هذا القانون ووقع عليه فإذا الوزير صدر القانون من صدر القانون الوزير ولكن بتعليم من الحاكم هذا تشريف الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرف الرسول ويرفع من شأنه فلذا بعض الأحكام فوضها إلى الرسول يعني علم الرسول صلى الله عليه وآله الحكم الرسول الحكم الرسول يصدره بتعليم من الله تارة الله مباشرة يصدر الحكم هي الفرائض وأخرى الرسول يصدر الحكم لكن بتعليم من الله اللي هذه سنن الرسول صلى الله عليه وآله أحكام الشرع الذي خلق الإنسان هو الذي شرعها أو علم الرسول لتشريعها صلى الله عليه وآله لذلك هذه الأحكام متطابقة مع الواقع مئة بالمئة متطابقة مع فطرة الإنسان مئة بالمئة متطابقة مع تركيبة الإنسان الجسدية والنفسية والعقلية والروحية مئة بالمئة فهذه الأحكام قوام الدين بها يعني إذا أنتوا شفتوا واحد يتشهد الشهادتين بس ما يصلي ما يصوم ما يحج ما يزكي زين لا يتورع عن المحرمات ويترك جميع الواجبات هذا بالظاهر مسلم هو بالواقع مو مسلم لو كان بالواقع مسلم لالتزم بالأحكام والذي يترك بعض الأحكام دون بعض أكو ناس يصلي لكن يستغيب يصوم لكن يأكل أموال الناس بالباطل يحج لكن يرابي فهذا في إسلامه ضعف ناقص الدين أما إذا ما ملتزم بأي حكم من الأحكام هذا صموه متدين ولو في الظاهر إذا تشهد الشهادتين يحكم عليه بأحكام الإسلام الظاهرية لكن في الواقع هذا ليس مؤمنا إذن أحكام الشرع أيضا هي آيات لله علائم لله الله سبحانه وتعالى حول القرآن الكريم يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الرسول صلى الله عليه وآله خلال 23 سنة نزل عليه القرآن وفي ظروف مختلفة وفي حالات مختلفة زين وبين هذا الكتاب الذي موجود في القرآن والقرآن متطرق لكل شيء ماكو اختلاف ماكو تناقض هذا من علائم صدق هذا القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى ماكو مؤلف من المؤلفين إذا خلال فترة طويلة ألف كتاب ما يصير تناقض في كتابه إلا إذا كان معصوم ليش لأن الإنسان الظروف تتحكم فيه علم يزداد يعني يوم من الأيام عنده رأي بعديا نشوف أنه هذا الرأي لم يكن صحيحا يتغير رأيه حتى لو كان أعلم العلماء إذا خلال فترة طويلة إذا نشوف حتى الفقهاء الذين صرفوا عمرهم في الفقه والأصول والروايات بعض الأحيان يتبدل رأيهم يعني شنو يتبدل رأيه يعني شاف الأدلة الشرعية توصل إلى قناعة بس زاده الله علما بعدين بالتحقيق والمطالعة يشوف أنه كان قد غفل عن دليل من الأدلة فرأيه يتبدل وهذا أمر طبيعي غير المعصوم ما عندنا واحد اللي لا يتبدل رأيه فالأحكام الشرعية متطابقة مع فترة الإنسان مع عقل الإنسان مع تركيبة الإنسان الجسدية والنفسية هذه الأحكام آيات من آيات الله سبحانه وتعالى التنقيص من هذه الأحكام أو التشكيك فيها هذا يصب في الجانب الذي يراد منه إزالة الدين لأنه هذه أعمد مثل ما ذكرنا أي عمود ينزال وينهدم قسم من السقف ينهدم أيضا أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى مقدس هذا الحكم على الإنسان أن يلتزم بذلك الحكم وأن يعتقد به أنه هذا حكم الله سبحانه وتعالى يعني أفرض أنا رجل الحجاب مو واجب علي وأني ما ملتزم بالحجاب لأنه الحجاب مو تكليفي لكن يجب علي أن أعتقد أن هذا الحكم هو حكم الله إذا مجموعة الأصوليين يقولون الموافقة الالتزامية واجبة أعتقد بأنه حكم أحكام الله سبحانه وتعالى أما إذا الإنسان بعض هذه الأحكام بدأ يشكك فيها يستهزئ بها يقول شايف حتى بعض المتدينين حتى بعض الأحكام الشرعية يقول شنو هذا الحكم أو استخفاف بذلك الحكم هذا استهزاء بآية من آيات الله استخفاف بآية من آيات الله حتى لو حكم جزئية واحد من الناس كان يقول مثلا من المستحبات شنو هذا الحكم أنه إذا أنت أردت أن تدخل في المرافق الصحية تقدم رجلك اليسرى وإذا أردت أن تخرج من المرافق الصحية قدم رجلك يمنى وبالمسجد بالعكس إذا تريد الطب في المسجد فاجعل رجلك اليمنى أول قدم تضعه في المسجد وإذا خرجت بالعكس شنو هذا الحكم شنو الفرق يعني قلت لزين أنت تعتقد بأن هذا الحكم ذكره الرسول أو الأمة عن الله سبحانه وتعالى قال إيه قلت لزين أنت عرفت أو ما عرفت لازم تسلم بهذا الحكم أنت إذا رحت إلى طبيب والأطباء قد يخطئون الطبيب يعطاك نسخة دواء ومنعك عن بعض الأطعمة يمكن تسأله لماذا هذا الطعام ممنوع علي يقول لك للعلة الكذائية شنو هذا الدواء يقول لك للعلة الكذائية قد لا تفهم ما يقوله الطبيب ليش؟ لأن هذه أمور تخصصية وأنا ليس تخصصي مجال الطب لكن ما دام أثق بهذا الطبيب ألتزم به بكلامه زين أنت تجعل الله سبحانه وتعالى والرسول الأم أقل من طبيب هذا الحكم إذا أنا ما أفهم شنو السبب ما ألتزم به زين وإذا ما فهمت يعني إذا ما فهمت الحكم يعني غلط إحنا شايفين بعض الناس يجي حول بعض الأحكام لماذا هذا الحكم كذا زين تشرح له قل له أولا إحنا كثير من الأحكام لا نعلم علالها ندري أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يحرم شيئا إلا لمفسدة قوية فيه ولا يوجب شيئا إلا لمصلحة قوية فيه ولا يحكم بالاستحباب إلا لوجود مصلحة لكن يجوز تركها ولا يحكم بالكراهة إلا لوجود مفسدة لكن يجوز ارتكابها مفسدة ضعيفة مثلا زين إحنا نعلم بهذا الأمر لكن كثير من الأحكام لا ندري علالها شنو إما لأن الرسول ولا أئمة بينوا ولم يصل إلينا أو لم يبينوا لأن الحكمة أو العلة أرفع مستوى من عندنا مثل ما ذكرنا المثال في الطبيب الطبيب بعض الأحيان ما يقدر يشرح لهذا المريض الأمي العلة لأنه تحتاج لها عشرين سنة لازم يدرس حتى يفهم المعادلات الطبية بعض الأحيان لم تبين العلل طبعا غالبا العلل أو الحكم بينت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لكن بعض الأحيان لم تبين أو إذا بينت أنا قد لا ألتفت إليها لا أفهمها عدم فهمي أو فهمي هذا مو الدليل على النواة باطلة لأنه إحنا كثير من حقائق الكون لا نفهمها لا نعرفها عدم اعترافنا بها لا يغير من الواقع شيئا يعني إذا واحد راح فوق السطح هذا المثال اللي ضربنا في يوم سابق راح فوق السطح قال أنا لا أعترف بقانون الجاذبية وهذه أكاذيب جاء بها علماء الفيزياء ما أعترف فيه زين وألقى بنفسه من فوق السطح هس عدم اعتراف يسبب أن القانون الجاذبية لا يشتغل اشتغل القانون الجاذبية اعترفت أو لم تعترف الأحكام الشرعية كذلك أنت تعترف لو ما تعترف الواقع يترتب الأثر يترتب سواء أثر وضعي أو أثر تكليفي بتفصيل مذكور في الفقوة والوصول هس أنا ما أفهم هس إذا واحد يجي يشرح لنا قانون الجاذبية إذا واحد ما دار السيلفيزياء زين إذا يجي وشرحوله قانون الجاذبية كذا وكذا وكذا المعادلة يمكن ما يفهمها زين ليش؟ لأنها معادلة علمية تحتاج لها إلى دراسة سنوات إذا ما فهمناه الأحكام الشرعية كذلك بعض الأحيان معادلات صعبة جدا ومعقدة لكن حقائق موجودة شئت أم أبيت اعترفت أو لم تعترف يعني مثلاً في مرة في الآيات القرآنية أهم إشارة إلى هذا موجود إذا واحد لا يعترف بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله ما يعترف يقول أنا ما أعترف بأنه نبي هذا يضر الرسول شيء لا يغير الواقع شيئاً لا إذا واحد لا يعترف بوجود الله يقول أنا ما أعترف أنه شيء موجود اسمه الله هذا يغير من الواقع شيء لا إذا كل الناس آمنوا أو كل الناس كفروا ما يغير من الواقع شيئاً والله سبحانه وتعالى لا يتضرر يعني في يوم من الأيام اللي الناس أزاحوا أمير المؤمنين والأئمة عن السلطة الظاهرية الإمام أمير المؤمنين تضرر؟ لا الأئمة تضرروا؟ لا ما تضرروا الناس هم الذين تضرروا بل في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى سيرها النعمة عليهم هناك في حديث عن الإمام الصادق أو الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام الإمام يذكر أنه الحاكم كيف يجب أن يكون يقول الحاكم لازم يلبس اللباس الخشن ويأكل الطعام الجشب الطعام الخشن اللي بصعوبة يؤكل زين؟ وأنه لازم يزهد ويزهد وكذا 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 وكلنا نعرف سيرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الأسلوب كان في زمان حكومة الإمام عليه الصلاة والسلام وإلا في أيام اللي الإمام كان مزاح عن السلطة كان يعيش حياة عادية لكن هذه شدة الزهد في فترة الحكم كان لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الحاكم أن يكون هكذا لأن لا يتبيق بالفقير يفقره إذا كفت فقير زين؟ ألبست مرقعة مثلا طعام كذا يشوف يقول الخوة الحاكم هم نفس الشي لا يتبيق يعني لا يهيج بالفقير فقره فالإمام الصادق أو الكاظم عليهما الصلاة والسلام يشرح يقول أنه الحاكم المفروض عليه الواجب مو فقط لازم الواجب أنه يعيش هكذا الطعام الجشب واللباس الخشن زين؟ والزهد وكذا 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 زين؟ يقول ذول أزاحون عن السلطة إحنا الآن مو حكام بالظاهر هذا التكليف الله سبحانه وتعالى رفع عنا لأن الحكم تابع للموضوع إذا أنت في بلدك تصلي تمام إذا سافرت بشروط السفر تصلي قصر لأن الحكم تابع للموضوع إذا الإمام الصادق حاكم لازم يلبس اللباس الخشن الثوب الخشن والطعام الجشب لكن إذا مو حاكم هذا الحكم ينرفع منه فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول له إن الذول ظلمون أزاحان عن السلطة هذا الحكم الصعب الله سبحانه وتعالى مشاله من أعناقنا وإحنا مظلومين نثاب على ظلامتنا فهل رأيت ظلامة صيرها الله نعمة يعني الآن أنا مو مضطر أنه آكل الطعام الجشب وألبس الثياب الخشنة زيان أعيش حياة عادية وفي الوقت وفي الوقت نفسه أثاب على ظلامتي فهل رأيت ظلامة صيرها الله نعمة الحكم تابع للموضوع زيان هس المقصود شنو هو المقصود أن أحكام الإسلام هي أحكام كل حكم من الأحكام آية من آيات الله حتى الحكم البسيط اللي ذكرناه هذا العلة قد لا ألتفت آني هذه العلة قد يكون مصلحة في المتعلق وقد يكون مصلحة في الحكم لأن الله سبحانه وتعالى يريد يربط حياة الإنسان دائماً بالدين مثل الهواء إشلون أنت حياتك متوقفة على الهواء كل لحظة لازم تتنفس في نوم في يقض في الدار في خارج الدار الدين هم مثل الهواء اللي تتنفس حتى إذا تريد تروح للمرافق الصحية لازم يكون مرتبط بالدين دخولك في المرافق الصحية خروجك من المرافق الصحية حتى أكو أدعية خاصة زين حتى حياة الإنسان كلها تكون مرتبطة بالدين مثل الهواء اللي يتنفس ولعل هناك حكم أخرى احنا لا نعلمها لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الظاهر الواقع لا نعلمهم وهم عن الآخرة هم غافلون لذلك أحكام الله سبحانه وتعالى مقدسة هذه الأمور المقدسة لازم تكون حولها هالة من القدسية والمبطلون يحاولون إزالة هذه هالة من القدسية لأنه لما هالة من القدسية موجودة الإنسان مرتبط إذا هذه هالة من القدسية ما موجودة الإنسان يعني أنت مثلا إذا شفت فد واحد في الشارع تعتقد بأنه هذا من العلماء من المراجع كذا تحترمه مزيدا تحاول أنه أمامه لا تقوم بحركة غير لائقة لكن إذا هذا الشخص صار عندك فالشخص كذب حيال مثلا تحترمه لا إذا هالة القدسية حول زالت تحترمه لا أحكام الشرع كذلك لذلك المبطلون يحاولون من طرق مختلفة إزالت هذه الهالة المقدسة اللي موجودة حول الأحكام من جملتها إن الإسلام جعل حواجز بين الإنسان وبين المحرمات حواجز إذا رايحين في حدائق الحيوانات بلا تشبيه الحيوانات المفترسة تشوف بين المتفرجين وبين هذه الحيوانات أكو حواجز متعددة ثلاثة بعض الأحيان أربعة ما يخلوه فقط في قفص يخلي في قفص بعض الأحيان يخلي تور بعض الأحيان تشوف أنه بين المتفرجين وبين القفص يخلون أمتار أيضا حواجز أخرى حتى هذا المتفرج لا يكون عند القفص لعل هذا الحيوان أخرج يده من القفص مثلا أو آذى هذا الإنسان بلا تشبيه هذا لتقريب الفكرة إلى الذهن الله سبحانه وتعالى جعل حول المحرمات حواجز حواجز حتى الإنسان فجأة لا يقع في تلك المحرمات أكو في حديث أنه في زمان أمير المؤمن هذا في السابق كان مو مثل الآن كانت الحيوانات كل الناس يشوفوها إما في حديقة الحيوانات أو في التلفاز فإذا فتح حيوان مثل أسد مثلا أو نمر أو ضبوع أو كذا واحد كان يصيد يريد يجيب الناس يتفرجون على ذلك الحيوان كان يحفر حفيرة تسمى باللغة الفصحة زريبة يحفر حفيرة ويضع ذلك الحيوان في تلك الحفيرة والناس يجون أطراف الحفيرة يشاهدون هذا الحيوان وصار في زمان أمير المؤمنين واحد كان مسوي حفيرة وفيه حيوان مفترس سبع يعني أسد والناس ده يتفرجون وواحد زلت قدمه وسقط في الحفيرة وهو ده يسقط تعلق بالشخص وذاك الشخص أيضا جروية والشخص الثاني تعلق بشخص ثالث والشخص الثالث بشخص رابع فسقطوا جميعا أربعتهم في الحفيرة وافترسهم السبع ويجعوا عند أمير المؤمنين يسألون في الدية حول الدية الشخص الأول هدر دمه ليش لأنه وقع ما حد وقعه لكن الشخص الثاني سبب سقوطه أن الشخص الأول تمسك بي بتعلق بي فلذلك وراثة الشخص الأول لازم يدفعون دية للشخص الثاني كم مقدار الدية هذا بعد تفصيله في كلام أمير المؤمنين والفقهاء ذاكري في الكتب الفقهية وهكذا الشخص الثاني والثالث الشاهد أن الإسلام جعل حواجز عن المحرمات من جملة تلك الحواجز الاستبشاء أمر بشع إذا إحنا فدواحد شرب خمر نستبشع لكن إذا قالوا فلاني غتاب ما نستبشع وإذا ما استبشعنا أمرا يمكن إحنا المهم نرتكب ذلك الأمر ولذا الغربيين من الأشياء اللي يسووها يحاولون إزالة هاي الاستبشاع الحالة من الاستبشاع من المحرمات واحد كان مسوي تقرير حول إحدى القنوات الفضائية اللي يملكها أمراء آل سعود في لندن لها عدة يعني عدة قنوات هي بس باسم واحد يسوي تقرير واحدها من جماعتهم يعني واحد سلفي أنا هذا التقرير قرأته في ورقة أحد الإخوة كان بالأسبوع عشر تالاف مرة شرب الخمر يرافي هذه القنوات زين أنا أشوف مثلا هذا الطفل قاعد أو هذا الرجل أو هذه المرأة وبعض هذه القنوات كثيرة المشاهدة زين يشوف بالأسبوع آلاف المرات شرب الخمر ذاك الاستبشاع يسقط وخاصة إذا كان بطل الفيلم وإلى مثلا هذا المشاهد إلى تعلق خاص بهذا بطل الفيلم هاي طريقة صنع الأسوات هكذا بعد أبطال الأفلام اللي يصنون أسوة للشباب والأطفال وكذا يرتكبون أمور من المحرمات اللي هم ضمن ثقافتهم يزول الاستبشاع وبعد إزالة الاستبشاع يمكن هو هذا الإنسان هم يرتكب ذاك المحرم أو إذا في الواجبات أيضا هالة من القدسية إذا أحنا سمعنا مثلا في مجتمع مسلم محافظ أن المرأة الفلانية تركت الحجاب نستبشع لكن في بعض المجتمعات لا يستبشع عادي صاير الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل عن أحد العلماء من النجف اللي ذاك كان ينقل عن أحد علماء الكاظمية اللي كان يعيش قبل أكثر من مائة عام يقول في يوم من الأيام وأنا طالب شاهدنا نساء سافرات في بغداد يقول جدا كان مستبشع عندنا جدا مرأة سافرة في بغداد زمان العثمانيين كان يقول رحنا إلى أحد المتنفذين في بغداد وقلنا له أنه شنو هذا الوضع لا ذولة لازم يمنعون فقال لا ذولة نصارى مسيحيين ذولة وبريطانيين جاين من بريطانيا نساء بريطانيات يقول حققنا تبين ذولة مرتبطات بالسفارة البريطانية نساء جايات من بريطانيا وفقت وفقت من الصباح إلى الليل شغلتهم أن يدورون في شوارع بغداد بس يقول فترة بعض المسلمات غير المتدينات تبعوهم ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة صار الظاهرة يقول بعد سنة آلاف من النساء المسلمات هكذا يقول رحنا عند ذاك الشخص المتمفذ قلنا لشوفت شنو صار هسا ذاك اليوم الأول كم مرأة نصرانية مسيحية كان يمكن المانع هسا الآن آلاف قال بعد هسا ما نقدر اتسع الخرق على الراقعي بعد ما نقدر نسوي شي هو الغرض شنو هو الغرض إزالة حالة الاستبشاع أو إذا شي واجب حادي صار صار ما صار مو مهم لكن الله سبحانه وتعالى يأمرك كأنت كمتدين أن آيات الله لازم تجعل حولها هالة من القدسية لذلك الآية التي تلوناها في صدر الكلام مرتيا جاية في القرآن بألفاظ مختلفة هاي الآية الثانية إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم إذا في مكان شفت يصير استهزاء بالله بالرسول بالإمام بحكم من الأحكام الشرعية استهزاء متعمد استهزاء بقصد الاستخفاف استهزاء بقصد التنكيت مثلا نكتة فلا تقعدوا معهم زينا السيدة قعدة تقول أنا ما أقول شي ذا كده يستهزئ الله يقول إنكم إذن مثلهم أنت مثلا تصير أنت اللي جالس حتى لو ساكت بل هذا هو النفاق إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذا النفاق أصلا وأنت مثله حتى لو أنت ساكت ليش لأن الدين يتوقف على هذه الآيات هذه أعمدة الدين فلذلك الإنسان لازم يلتفت يكون إلى حساسية بالنسبة إلى نفسه بالنسبة إلى أهله بالنسبة إلى مجتمعه أحكام الشرع الشخصيات الدينية الرسول صلى الله عليه وآله الأئمة يكون حولهم هالة من القدسية حتى يبقى الدين موجود وإلا القلوب شوية شوية الشيطان يجد منفذ إليها التشكيك وبعد التشكيك بالعكس وخاصة في عالم اليوم اللي الحضارة الغربية هي الحاكمة وإلها اليد الطولة في ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاة هذا الله ودعونا على الحمد تشكيك نسأل الله سبحانه وتعالى الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة